السلام عليكم ومرحبا بكم الخود في فيديو جديد نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بالنسبة الوثيق تسجيل في مباراة والوجمعية تكون المياني في الميدان الصحي للموسم 2021-2022 فيديو سابق قدوينا على الشرط وطحنا مجموعة من النقاط في هذا الفيديو إن شاء الله نخصه الوثيق التي تكون فيها ملف الترشيح بالنسبة للسلك التقني شعبة الناقل والإساف الصحي نسخة فوتوكوبي ديال البطاقة التعريف الوطنية كاتجاليزي كاتدير فوتوكوبي البطاقة التعريف الوطنية وكاتجزدك فوتوكوبي وكاتجاليزيه في المقاطع الوثيقة التانية في هذا الشعبة هي رخصة السياقة كاتدير الرخصة السياقة فوتوكوبي وكاتجاليزيه ضروري تكون عندك رخصة السياقة في هذا الشعبة إما رخصة السياقة B أو C المهم كاتدير النسخة أو فوتوكوبي ديال رخصة السياقة وكاتجاليزيه في المقاطع والوثيقة الثالثة هي شهادة مدراسية ديال نفوبك شهادة مدراسية ديال تانية باكالوريا الشهادة مدراسية كاتجيبها من المؤسسة اللي قريتي فيها للباك من المؤسسة اللي قريتي فيها تانية باكالوريا كاتم الشيديم وكاتقول لهم بغيت شهادة مدراسية ديال تانية باكالوريا أو ديال نيفو بك كياتيوك شهادة مدراسية وكاتدية وكاتجاليزية من نيابة كاتجاليزية الشهادة مدراسية من نيابة أو إلا كنتي غد تفعب شهادة استئهيل لم يعني فكاتشد هدك ديبلومت هلم يعني وكاتدير لي فوتوكوبي وكاتجاليزيه من المقاطعة والواتيقة الرابعة هي بيان النقاط ديال تانية باكالوريا بيان النقاط ديال تانية باكالوريا كاتمشي المؤسسة اللي قريتي فيها تانية باكالوريا وكاتطلب ليهم أنهم اعطيوك بيان النقاط ديال تانية باكالوريا وديال نيفو باك بللي كيأطيوك هد بيان النقاط فما كتديرش لي فوتوكوبي ما كتديرش لهاد بيان النقاط أو شهادة مدراسية ما كتديرش ليهم فوتوكوبي كتأخذ هدك بيان النقاط وكاتدير وكاتجاليزيها من نيابه كاتجاليزيها من نيابه أو فوتوكوبي أو فوتوكوبي ديال بيان النقاط ديال امتيحة نهاية الدروس ليني الشهادة ستئل المعني بالنسبة إلى كنتيغل تفعب شهادة ستئل المعني فكتأخذ هدك كشف النقاط ديال شهادة ستئل المعني وكتدير لي فوتوكوبي وكتجاليزيها من المقاطعة كتجاليزيها من المقاطعة أما بنسبة إلى سيك تئل شهادة مساعدة في العلاج فكيطلبوا بطاقة التعريف الوطني كتدير ليها فوتوكوبي وكتديرها فوتوكوبي وكتجاليزيها في المقاطعة والوتيقة التانية هي شهادة مدراسية ديال مستوى التاسع كتمشي إلى مدراسة اللي قرأت فيها التاسع الإعدادية اللي قرأت فيها التاسع وكتطلب لهم يعطيك شهادة مدراسية ديال مستوى ديال التاسع إلا أعطوها لك لما سمعت أنهم كيردوا الجميع يقولون لهم سيرو لتنويه اللي قرأت وفي إلا ما كنتيش أبستي القراءة في التاسع كيقولون لك سير التنويه اللي هبستي فيها القراءة ويكملت فيها القراءة فكتمشي التانوية وكتطلب لهم شهادة مدراسية ديال التاسعة إلا كنت تفعل سيلك تهيل شهادة مدراسية ديال التاسعة كتجيبها من الإعدادية اللي بستي فيها اللي قرأت فيها التاسعة أو التانوية اللي كملت فيها قرأتك في حالة إلى صفتك لها المهم كتمشي اللول الإعدادية ربما يقدر إعطيها لك وهاتشهادة مدراسية كتأخذ هذه الشهادة مدراسة ما كتديرل على فوتوكوبي الأولenta كتدير وكتجليزها من نيابه أو فوتوكوبي ديال ديبلوم تخصص الميعني كتجليزها من المقاطع كتشددك ديبلوم تخصص الميعني كتدير لي فوتوكوبي وكتجليزي دك فوتوكوبي من المقاطع والوثيقة الثالثة هي بيان النقاط الاتاسعة اعدادي تبيان نقاط الاتاسعة اعدادي تجيب ايضا في الاعداد لاستفاع القرès او تانوي في حالة الى صفتك سارجيب احضر ما كديرش ليلة فوتوكوبي الأول وكددي عدك بيان النقاط حيث أصلا كيأتوكار فوتوكوبي فوتوكوبي ديال بيان النقاط لتساعدة ديه وكتشدد عدك بيان النقاط وكتدي وكتغالي زيه من نيابه أو فوتوكوبي ديال بيان النقاط ديالي امتيحة نعايات الدروس لينالشاهد التقيل المعني إلا بغتي أو فحالتي لغدفه بديبلوم تقيل المعني كتشددك بيان النقاط ديالي امتيحة تقيل المعني كتدير لي فوتوكوبي وكتديدك فوتوكوبي وكتغالي زيه من المقاطع المعين بالنسبة لاد الواتعي قليد كارنا فسواء كنتي غدفه سواء عندك مستوى الإجازة أو عندك مستوى باكة بليس دو أو مستوى الباكالوريا أو مستوى سانكيام أو سيزيام أو مستوى الباكة المهم خاصة كتدفعب هذه الواتعي قليد كارنا خاصة كتدفعب لكل شعبة كتدفعب الواتعيق أو الشهادة اللي تكرنا فما كتزيد عليها ولو ما كتنقص ولو فمثلا في الشهادة المدراسية دياله إلا تفعش شهادة مساعدة في العلاج وعندك شهادة الباكالوريا فرعا ما كتتفعش بشهادة الباكالوريا كتتفعب الشهادة ديال المستوى التاسعة وبيان النقاط ديال التاسعة وهكذا مهم هذا الواتعيق اللي تكرنا ما تزيد عليهم ما تنقص عليهم وبالنسبة لهذا الواتعيق إلا وجدتهم واش كتصفتهم عبر الباريدة وكتحطهم في المعهد فلا فرعا هذه الواتعيق رغير كتسكانيهم وكتديرهم في واحد ميلة في pdf كل الواتعيقة كتديرها في ميلة في pdf وكتسجل عبر الموقع فقط عادي المهمة التسجيل سيبدأ إن شاء الله النهار 8 أكتوبر ويسيليه النهار 15 أكتوبر المهمة الطريقة التسجيل سيشاركها معكم للقناة إن شاء الله أما بنسبة لطريقة كيفاش تسكاني الواتعيق وديرهم في ميلة في pdf إن شاء الله فأيضا فرعا غادي نشرح في فيديوهات قديمة غادي نشرح لكم كيفاش تسكاني الواتعيق في حالتي لما عندك شام بريمونت من خلال العاتف فقط والترشيح لهذا المباراة ترى كيكون في شعبة وحدة فقط يعني كترشيح في شعبة وحدة وفي المركز اللي تابع المدينة ديالك مثلا انت في مدينة أغادير أو المدينة تابعة المدينة أغادير فقط ترشيحها المعادة مدينة أغادير ما كانت مشيش لمعادة الضربدة وأكد المهمة للنقاطرة سنوضحها إن شاء الله في فيديوهات قديمة المهم بلا ما نطول عليكم الفيديو هذا الشيء اللي كان وعادة النقاطرة والطحنة عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته